السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معكم مستر محمد حسن من قناة مستر محمد حسن ماث. آآ معدنا النهار ده ان شاء الله مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن الفيديو التاني من لجونير تو. طبعا في البداية جماعة ما ننساش نعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس لجنب كلمة سبسكرايب عشان شاء الله يوصلنا كل فيديو جديد. طبعا ان شاء الله اخير الفيديو عشان نشوف النهار ده هنتكلم عن ايه. طبعا احنا كنا الفيديو اللي فات كلمنا عن جزء الاولاني من كتاب ديسكرايب لحد بيجي تن. نهار ده ان شاء الله هنكلم من اول بيجي اليفهم. هنا بيقول لي الاول انا ممكن اتعاون كلمة معناها التعاون فيما ده بس. استمع لكل آآ جملة من دول يعني وعمل على الجملة اللي بتعبر عن التعاون. اول حالة بيقول لي يعني انا بشارك ادواتي. طبعا دي ايه? طبعا فعلا ده تعاون ايه? هنعمل على اول سنتنز. التانية بيقول لي يعني ايه? انا بتجاهل كلمة معناها بتجاهل اللي هو صديقي اللي هو قاعد جانبي طبعا شولدر بارتنر اللي هو صديقي بالجانب. طبعا دي حاجة مش قويسة دي. آآ نمر ثري بيولي. ايوز وورد لايك بليز. طبعا كلمة ايوز انا بستخدم كلمات زي شكرا ولو سمحت اللي هما الفص طبعا دي حاجة جميلة جدا وبتعبر عن طبعا ده ده عبره عن احترام. وعايز الحاجة بتعبر عن تمام. nytt هيس انا ببقولي. هنا انا بعامل او ببين او بحتفي بالكلاس شكرا باحترام كما ايضا تجاهلون. طبعا ده عبر مش امر مش قويبريت. ده احترام هنا بيقول يعني انا مش بس تسلم ابدا طبعا دي طبعا اي تعاون انا بشتغل مع واحد ومش بستسلم ابدا لاي حاجة بتحصل انا بفضل اشتغل معه اتعاون معه طبعا دي بفضل بتعبر عن دي مهمة جدا. الباقي بيقول انا دائما ببقى عايز طبعا دي مش اللي لجي دي انانية ان انا بقى هايز استخدم افكاري انا ومشي عايز استخدم افكار بتاعي اللي هو زيمي اللي في الفصل. طبعا لو خدنا بنا جماعة ان دولهم بيبقى بنا عن دي مع الفصل. طبعا فيه حاجات هنا فيه حاجات حاجات انانية فيه حاجات مختلفة. هو عايز طبعا بتكلم عن التعاون. يعني انت كامل الجملة عشان تبين ايه هو التعاون ده هو برعا ايه. عبارة انا لو اشوف حد مسلا محتاج مني اي حاجة بتعاون معاه بعملها معاه. هو ده معنا التعاون. يبقى هول كده. ان انا اساعد دايما زملائي في الفصل. هو ده معنا كلمة التعاون طبعا بالنسبة للطفل انه هو ده معنا التعاون. ده بالنسبة لبيج نمبر اه اليفن. في بيج نمبر تولف يقول لي هنا يعني ايه يعني خليك محترم. يعني خليك محترم. تحت ده. يعني كلمة يعني سلوك. يعني سلوك. يعني ان انت محترم. اللي هو ده. يعني قول تصرف انه يبقى مش محترم اه مع زميلك. طبعا هنا اقول مسلا. اقول ايه? اي. اه اقول مسلا. وين? اي. طبعا ده على لسانة الطفل. وورك. ويذ. ماي. بارتنر. اي. ريسبيكت. هز. اي. 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 اي بتجاهل اه كل افكار. طبعا دي معناها ودي اه اللي هو احترام وعضل احترام. بعدها بيجيب لي هنا. ده هي ببعا تانية اخدناها لنور. طبعا يعني ايه اللي هي الصداقة. اللي هي التمدن يعني كلمة يعني مدني. يعني التمدن. يعني اتبع القصة وهي ماشية. لما تسمع النور مواطنة كويسة. اخر اللاين. يعني ايه اللي هي الصدق ورسبيكت اللي هو اللي احترام. يعني هات كلمات مهمة اوي. اللي هي العدالة. دي بقى عادلة يعني. اللي هي الصدق. ورسبيكت هو اللي احترام. تعني شو ما بعض النور تعمليه في الاشتريد هنا في الكلاس بتاعه او في مدرسيته. في ساعة البريك اللي هو الفصحة. طبعا ده على نور. ازا انهم بتقول ايه? انها في الفصحة في في وقت الفصحة. زي ملتي في الفصل. اسكت طلبت مني لو ممكن. ان هي هتقعد جنبي مني. ايس. هيتفضلي. تمام? يعني انا اتفضلي ايه? احنا عادين في المعضب. طبعا ده معني طبعا ده تصرف كويس منين? منه. يبقى هنعمل هنا ايه? هنيجي هنا جنبيه ونبسم كده اهو جميل كده وحل. طبعا ده مين يقول لي هل ده عدل? عدل? اه صراحة? ولا تحترام? طبعا لا. ده رسبيكت. يبقى هنا هنكتب او هنقول ان ده ايه? كلمة تقول معناها تصرف. بعدها يقول ايه نبقى بتحكي بعد كده. يعني اه برة زملائي بفصل يعني زي ما يكون ايه? مترددين. مش عارفين يعملوا ايه? مش عارفين يقرروا. يلعبوا ايه? ده عالسان طبعا ايه ايه? ده عالسان نور. هنالعب كورة ايه سيد. ممكن نالعب كورة ايه مع بعض. طبعا ده اسمه ايه? ده فرنس. عدالة ان هي دايما عندها عدالة في ايه? في عدالة في الحكم يعني على الشيء. حاجة مهمة كل الناس بتحبها ومشي هي واحدة. تمام? بعد كده نعمل اللي فيه زي ما قلنا هنا. عند اللي عملته نور الجميل ده. نكمل. في الستودية عندنا هنا. في الكتاب الخاطئ. انا رفعت ايدي. رفعت ايدي يعني رفعت ايدي. عشان اخلي بتاعي يعرف. انا مكنش عايزة اكتب في اي كتاب بتاع واحد زميلي. هي شكرتني. اه هنا الكلمة هي ايه? اللي هو تسبب ايه? اللي هو تسبب بنزاهة. طبعا ده احساس جميل جدا دايما يبقى جميل جدا لما ما عملت حاجة الصح. طبعا هنا هنعمل عند اللي هنا عشان دي حاجة جميلة جدا عملتها آآ الانسة نور. ده هو كان العدالة اللي عملتها هنا لما دي صايد بلاي فوتبول. الصدق اللي هو عملته هنا لما كانت بتوزع الكتب على تيتش بيصاليها. احساس احترام مع زميليتي هنا لما قلت لها دي كانت قصة نور نشوف بعد كده اللي بيجي بعد كده بيقول هنا ده اللي هو اليوم الروتيني بتاع نور. بيقول هنا يعني هنا هنسمع القصة ونشوف الحاجات اللي نور دايما بتعملها هي هي يوم بعد يوم. بيقول هنا يعني ارفع صورة يعني وهي صورة للموضوع ده. هنا جدنا يا جماعة صورة هنا بينا او في هنا آآ اللي هي فرشة الثنان وهنا وهنا اللي هو منبه. بيقول هنا يا جماعة نبدأ كده اول آآ قطعة بيقول كل صباح بيبدأ بنفس الطبيقة. طبعا ده اللي هو آآ اللي هو المنبه بتاعي بيمن. انا بصحة بستيقظ. انا بلبس هدومي. انا بخسل سناني. تمام? اي برش هنا بيخسل سنانه طبعا لشان دي برش تيث. لكن برش هير معناه انه سباح شهر. جدتي بتعملي الفطار. ساعات جديدي بتخيني اخطار ان انا ايه اللي حاجة هلحاكلها? ده هو كان ديلي الاول اللي عملته نور. بعد كده بعد كده كده كتاب انهم هلحاكلها مع بعض. هي بتمشين او بتمشي مع الحاد لفصلي. انا بنزل شنطتي من على ظهري. انا دبعا اه متشوقة ومنذر متشوق قوي ان انا عرف ان انا هتعلم ايه? انا بنتغدى بعد الظهر. بعد كده بيقول اينا? زاتة مرة. عندما تنتهي المدرسة. انا رازال بالبيت. اول حاجة بعملها ان انا بكتب واجب تبعا دي حاجة مهمة. بعد كده هبدأ اقوم اختار ايه هعمله. في بعض الوقت انا بقرأ او انا اقرأ. تمام? بعض الوقت انا بلعب بعض اصدقائي. لكن التاني. بعد كده بيقول هنا اخي حاجة في المساء. عقائتي بتتناول العشاء. بعد العشاء. يعني نستعد عشان نخش النعم. ماما بتقب عليها استوي. استوي قصة. انا ببقى مش قدرة. اه استنى عشان ييجي يوم تاني مثير وكله اه حماس. بعد كده بيقول هنا ده وعن دي قد قصة نور اللي احنا قلنا عليها وهي في بتاعها. يعني هنعمل لحاجات اللي احنا نختار. هنا عند للك للفود. اللي هي الطرفية. الفود اللي هو الاكل. اللي هو الملابس. اللي هو العمل. اللي هي الطرفية هاد. طبعا هنا احنا نعمل الموضوع ده في مع اولادنا كله احنا بنقول له مسلا مين بيحب مسلا الاكل. مين بيحب الملابس. مين بيحب العمل. مين بيحب الطرفية. ده هو معنى الكلام ده. طبعا هنا احنا نقول مسلا مين بيحب الفود مسلا يبقى تن. اه مسلا 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 ايت. طبعا نايم مسلا. تمام? يبقى هنا دي طبعا ده زي اكتيفتي بنعمله في الكلاس مع الولاد. طبعا التيتشر بيعمله وبياخد الاراية اللي موجودة او هامين بيدون في هنا وطبعا الطلبة بيدونه معنا. ده هو كان نهاية الفيديوهات النهاردة ان شاء الله. يا ريت الفيديو كان عنا بحضراتكم. اه ان شاء الله استنونا في فيديوهات جاية ان شاء الله هنكمل فيها مع بعض اكتاب ديسكرافر جونيور تو. اه ما لننساش جميع ان اعمل لايك للفيديو ان شاء الله وسبسكرافر للقناة. ونفعل جراز التنبيل جانب كلمة سبسكرافراش ان شاء الله يوصلنا كل فيديو جديد. شكرا كان معكم مستر محمد حسن مازي من قناة محمد حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.